بما أنه عادة الأوتفت أو الإطلالات الشتوية والخريفية يكون بها نوع من الرتابة ألوان غامقة فكلش حلو أنه نكسرهم بإكسسوار أو حركة معينة أو لون مغاير ينضي الإطلالة كاملة انتعاش وحركة كلش حلوة لذلك خاصة في فصل الشتاء والخريف شفنا انتشار كبير للحقائب الملونة بجميع الأحجام وجميع الأقمشة والجلود المختلفة لذلك اليوم أنا والبنات راح نحكي لكم عن موضة الحقائب الملونة وشلون نقدر نعتمدها في فصل الشتاء والخريف أول تنسيق وفكرة راح نتكلم عنها هي فكرة تنسيق الحقيبة الكبيرة باللون البرتقالي البرتقالي يعد من الألوان المحببة جدا في فصل الخريف بشكل خاص لأنه يحيبه الدفو وهالنوع من الألوان الحني البرتقالي كلش حلوة لفصلي الشتاء والخريف وممكن ننسقها مثل بدا نشوفها على العارضة ارتدت أوتفت كامل بلون البيج عبارة عن بليزر وتنورة نسقتها مع بوت عالي باللون الأسود وكسرت رتابة الأسود والبيج اللي يعتبرون ألوان محايدة ما بهم الكثير من الحياة كسرتهم بحقيبة كبيرة باللون البرتقالي فانطت الأوتفت كلية حياة وانتعاش وصال الأوتفت أحلى بهواية بإكسسوار وتغيير صغير حلوة الجنات الكبيرة والملونة بفصل الشتاء مثل ما قلت تغير من اللوك بالكامل أيضا اللون الأخضر من الألوان اللي دار جويانة أكثر من موسم وخاصة بالجنات فحلو نشوفنا العارضة شون نسقت الجنطة بلون الأخضر مع بليزر بالكاروهات بلون الأبيض والأسود ونسقت معاهم بانطرون من القماش بلون الأسود وأيضا الحلو أنه نسقت حذاء بلون الأخضر نفس لون الجنطة فانطل لك نوع من الأناقة والفراش حلوة تنسيقات كومبنات فعلا الجنطة الملونة تضطي حركة للوق وتغير الإطلالة بالكامل جنا قبل فقط نعتمد الألوان الأساسية اللي هي الأسود البيجي هاي الألوان نقول ترهموا يا كل شي لكن حتى حسا الحقائب الملونة صارت ترهموا يا كل شي باختيار التنسيقات والقطع المناسبة أما الحقيبة اللي حابة أتكلم عنها فهي حقيبة صغيرة من دار أزياء شانيل باللون الأصفر اللون الأصفر من الألوان جدا حلوة وجدا مميزة وترطي طاقة للملابس والتنسيقات اللي احنا مرتديها العارضة نسقت الحقيبة الصفرة بتنسيق كاجول وعملي وأنيق بنفس الوقت مثل ما دنشوفوا الصورة التنسيق كان عبارة عن بنطرون جينز بقصة الستريت مع جاكيت باللون الأسود لقماش الشاموى الياخة وحفات الردان كانت باللون الأصفر الصوف فكلش الأسود ويه الأصفر مع الجينز والحقيبة باللون الأصفر اطتفت حركة ورقي وأنوسة بنفس الوقت اشتركوا في القناة